ماذا يجري في مسقط؟ الأنباء المتواترة من هناك تشير إلى أن وفدا من جماعة الحوثي المتمردة تجري مفاوضات خلف الأضواء مع ممثلين عن الأمم المتحدة في غياب كامل للحكومة الشرعية لكن مصادر سياسية أبلغت وكالة أنباء الأناضول أن وفد الميليشيا الحوثية أعلنت راجعه عن إجراء أي مفاوضات مع الأمم المتحدة حتى انتهاء فترة المبعوث الأممي الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وحتى يتسلم المبعوث الأممي الجديد مارتن غيرفثت مهامه رسميا ذهاب الحوثيين إلى مسقط جاء في عقاب زيارة قام بها نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم في الخامس من يناير المنصرم إلى العاصمة صنعاء والتي أظهر الحوثيون خلالها موافقة مبدئية بإجراء مفاوضات مع الأمم المتحدة في حين تزامن وصول وفد ميليشيا الحوثي إلى العاصمة العمانية مع زيارة لوزير الخارجي البريطاني بوريس جونسون والتي جاءت أيضا في سياق جولة شاملة السعودية وجاءت بعد يوم واحد من لقاء للرباعية الدولية بشأن اليمن في مقر السفارة البريطانية بباريس ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت مفاوضات مسقط التي تغيب عنها الحكومة لا تزال تتمحور حول المقترح الأممي الأخير بشأن ميناء الحديدة أم أن الأمر وفقا لما يتم تسريبه بات يتركز حول مقترح شامل للأزمة والحرب في اليمن بما في ذلك شكل جديد ومختلف كليا للدولة اليمنية تساؤل يفرضه الغياب اللافت لطرف أساسي في معادلة الحرب هو السلطة الشرعية عن مفاوضات كهذه في وقت اضطرت معه الحكومة لأن تواجه أواخر يناير الماضي تمردا مع تشكيلات مسلحة يدعمها التحالف وتخوض الآن مواجهة سياسية مع التحالف للبقاء في عدن وللحيلولة دون تقديم مكافأة سياسية للمتمردين الانتصاليين